تدري هذا الاعتذار شنو كأني به يقول إلى الحسين سامحني يا أبو اليمة يكسر ماصرعي ظهرك يقول أنا ما أريد أذيك أبا عبد الله لكن أدري إذا وقعت على عند الشاطئ ينكسر ظهرك ما أريدك تكون في هذا الموقف يقول بعض أرباب المقاتل حينما جئ بالسبايا إلى يزيد ادخلوا على يزيد يقولون جابوا وياهم لواء العباس أخذوا من المشرع من كربلا ودوا إلى يزيد يقول نشروا أمام يزيد كان اللواء ممزقا ما فيه مكان إلا وفيه ضربة وفيه طعنة كان ممزقا بأكمل إلا موضع واحد ما هذا الموضع يقولون موضع قبضة كف أبي الفضل العباس يعني ما هد اللواء ترها ويعني كل الضربات والسهام والضربات الصيوف كانت تقع على كف العباس وما تنازل يقول النص التاريخي يزيد بن معاوية وقف على رجله وهو يقول لله درك يا أبا الفاضل أهكذا يصنع الأخ لأخي هذه شهادة عدوها خلنا نسمع شهادة موالي بعد يا مؤمنها موالي مثل ملعطية يقول كريتنا خل جيش وحسين انت خوصال عمباس باليمنا وبوسكنا بالشمال صبوا على العسكر من الصابين ولك القصد خي ورفي في العلمنا شو صف عائلهم به الكوفان لاثنين مثل الزلازل نازلوا على الجيش صوبين شنه الزلازل من عزم عباس وحسين عافت ملازمها وخلت حومة المئ شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور دار الفلك بها وتلاق النور شقوا واسحابي من الكتاب والسماء احتضنا وطلعت زينا بترحم هذه شهادة ملعطية جيت ام البنين تقول اني بعد عندي شهادة في حق ولدي العباس تقول اني ابني باللواة شقيت لصفوف تقول اني ابني باللواة شقيت لصفوف ودارت عليك يا ابني العدب زان وسياف ووقعت يم المشرع ومقطوع لتفوف مفطوخ راسك والدماء من جسمك تسي يقول انطبيت النهر وطلعت عطشان وقلبك يا ويل من الضمائل تهيب نيران ما اصار مثلك يا الولد والله بالاخوان لجلك لقضي بالبجان هاري معله يقولون راسك يوم حطه بحجره حسين للقا عذا ببيته يا عقلي ويا ضيال عين يا اليد مثلك ينذبح يا الولد سبعين ولا تشوف صدر ابني البتولة رضاه الخير جاء ابو عبد الله الحسين انا بعد عندي شهادة في حق العباس انا بعد تسمعون شهادتي شنو عندك يا ابا عبد الله قال ما شفتنا في الاخوة مثلك بذل مجهود انعدوا فضل الاخوة فضلك يا اخو اي ما شفتنا في الاخوة مثلك بذل قطع العداء ذرعان اشال العلم وانهض يا اخو يتواعى لدو سكيل يجمرت لضافي جافي وجمر عليها وخيل انتدوس عليها وخيل انعلاف يا خيل انتدوس عليها وخيل انعلاف سهم العداء صايمني وسهم عليهم وانهض يا اخو يتواعى لدو سكيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة